فضيلة الشيخ دخل شخص المسجد والمؤذن يرفع الأذان فانتظر حتى انتهى المؤذن ثم خرج من المسجد فهل هذا لصح؟ روى مسلم عن أبي الشعفاء قال كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم وروا أحمد بإسناد صحيح إذا كنتم في المسجد فنجي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وروا ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة لا يريد الرجعة فهو منافق قال العلماء إن الخروج من المسجد بعد الأذان لعذر وفي نيته الرجوع لصلاة الجماعة لا حرمة فيه ولا كراها أما الخروج لغير عذر أو لعذر وفي نيته عدم الرجوع فهو مكروه ومن فعل ذلك عبر عنه الحديث بالمنافق الذي يظهر الإيمان أو الطاعة ليرائي بذلك الناس ويغفي الكفر أو العصيان وهذا مذموم مع العلم بأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قول أبي هريرة ليس دائما حراما فذلك يكون فقط في الواجب أما عصيانه في السنة فهو مكروه فقط والحديث دليل على الاهتمام بصلاة الجماعة في المسجد على الرغم من الاختلاف في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض عين أو فرض كفاية والله أعلم